بعد الفترة الجميلة دي كلها وانت من اللعيبة للأسف اللي اعتزلت بدري ونصبها في الكرة ما كانش كويس قوي طيب بعد الفترة دي دلوقتي عفرطتو اتجه لإيه هل التدريب هل الإدارة هل رحت لمسألة قطاعات الناشئين والعمر الصغير بتاع الأكاديميات والبراعم يعني الناس تعرف كده دلوقتي عفرطتو بيشتغل إيه أو بيفكر إزاي أنا دلوقتي مدير قطاع ناشئين في نادي دلموندو الحمد لله فضل لك يا رب بشكر من خلالك أستاذ أحمد الحسيني ودكتور وائل محمد على كل الدعم اللي هم بيدهوني في نادي دلموندو إحنا الحمد لله عندنا قطاع كبير جدا أنا حابب اللي أنا أتجه للمجال الإدارة أكثر هاي سدى بالقطاعات آه من الناس أنا بحب دايما البرائم بحب البرائم والناشئين ودايما إحنا الحمد لله فضل لك يا رب محمد إحنا دايما الحمد لله الواحد بيحاول ينقل حاجة من اللي هو تعلمها من النادي الأهلي يعني أنا تعلمت من ناس كتير جدا وكبات كتير جدا فضلهم كبير علي يعني لو قلت لك الأسامي اللي كانت بتشرف علي في قطاع الناشئين أنت الواحد هيتخض بالله اسمعه يعني كان كابتن بدر رجب كابتن حسام البدري كابتن محمود صالح الله رحمه كابتن محمد يوسف كابتن علاء ميهوب كابتن أصام عرابي كابتن أمين عرابي كابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد وهبة مستر كروفر الهولندي كابتن محمد السيد ناس كتير جدا ما شاء الله كان كابتن محمد رمضان ربنا وفقه في المنصب الجديد كان مدير كطاع ناشئين مرة علينا كابتن أحمد ماهر الله رحمه كابتن ماهر همام كان متواجد معنا كابتن عبد المنعم شطة كابتن عبد العزيز عبد الشافي فتعلمت الناس دايما أنا من 96-97 لحد 2012 أنا في النادي الأهلي يعني عدت بمراحل كتير جدا مراحل كتير جدا فالحمد الله فضل لك يا رب دايما بقول لنفسي الحمد الله اللي أنا من صغرة ربيت في نادي تعلمت فيه مش أقول لك بقى زي ما الناس بتقول لك كيم ومبادئ اتعلمت حاجات جميلة جدا اتعلمت الصح من الغلط اتعلمت الحلال من الحرام اتعلمت حاجات كتير احنا كنا بنوعدة محمد في النادي الأهلي أكتر ما بنوعد في بيوتنا يعني النادي الأهلي كان مدرسة بجد مدرسة مدرسة فقدي ايه كان بيركز مع اللاعب في قطاع الناشئين على الأخلاق بتاعته ازاي أنا يعني أنا لما كنت أعمل مشكلة أنا أو كهرباء كهرباء 93 أنا 89 دايما كان كهرباء يعمل مشكلة أو أنا أعمل مشكلة كان كابتن بدر راجب ياخد قرار أصدنا على طول وياخدونا يعنفونا ويعرفونا قدي ايه اللي احنا موجودين في مكان كبير وكيان كبير هو أنتو اللي كنت جمعته في تيم واحد آآ سافرنا قبل كده النمسا مع بعض خربنا الدنيا خربت الدنيا آآ بس كان كابتن بدر مسيطر علينا يعني الله بس برضو في إطار اللي احنا الحمد لله يعني كنا واخدين البطولة برضو وكسبين ناس كتير وفرق جامده أو في أوروبا كانت في البطولة ديت في النمسا والحمد لله يعني الهزار بقى والحاجات بتاعتنا دي بس ما نقدرش اللي احنا برضو يعني فيه خط أحمر ما نقدرش نتعداه تكيب فكان فيه ذكرات جميلة جدا يعني أنا 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 يعني دايما يا محمد لما باجي الناس بيجي لي اختبارات أو بنعمل يوم رياضي عندنا للاختبارات دايما الناس لما باجي أحكي لها الناس الحمد لله فضل لك يا رب بتستوعب كلامي لأننا اتعاملت مع مدربيني الحمد لله فضل لك يا رب عماليقة عماليقة أهمة أهمة يعني الناس دي تسبب كتير قوي في الناس كتير موجودة لحد الوقت بتلعب كرة يعني منهم ترزجيه ناس كتير جدا ما شاء الله يعني